اشتركوا في القناة وخلاص حياته ممكن تكون انتهت لو كانت المظلمة كبيرة جدا ازاي نصبر انسانة ظلم وده مرارة الظلم وتجرع مرارة الظلم في قلبه نصبره باشياء كثيرة جدا اولا نقول له استعم بالله واعلم ان المولى عز وجل هو اللي وعدك مش واحد من البشر لا ملك من الملوك ولا رئيس ولا وزير ولا اي حد في الدنيا هو اللي وعدك ولو كان وعدك واحد صاحب منصب كبير يمكن تكون قلبك اطمن فكيف اذا وعدك الخالق سبحانه وتعالى مالك الملك ومالك المروق قال جل وعلا لدعوة المظلوم سبحانه وتعالى قال وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين وكلمته لو بعد حين تصبرك تخليك تحس ان ان شاء الله حقك جاي جاي ممكن ما يكونش النهاردة ولا بكرة ولا بعد شهر بس هو جاي برضه واكيد ربنا سبحانه وتعالى لازم يوري كل مظلوم آية في اللي ظلمه سواء في الدنيا او في الآخرة لان الظلم حبيبي من العقوبات او من الزنوب اللي ربنا بيكرر فيها العقوبة مرتين ثلاث حاجات قال صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا مع ما يدخلوه الله عز وجل لصاحبه في الآخرة البغي وقطيعة الرحم وفي رواية البغي والعقوق يبقى اذا البغي اللي هو الظلم وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين الثلاث حاجات دولة ربنا سبحانه وتعالى بيكرر على الانسان اللي بيعمل كده بيكرر عليه العقوبة في الدنيا او في الآخرة ازاي انه واحد ظالم ظلم انسان ضعيف ربنا بيصلط عليه لأوى منه فيظلمه ادي اول حاجة وفي الاخرى لسه المظلمة ما اتخذتش فييجي اللي تظلم ياخد حقه من اللي ظالم يبقى تكررت مرتين اعقوق الوالدين واحد بيعقه امه وابوه ربنا يصلط عليه ولاده يعقه ولسه العقوبة في الآخرة واللي قطع الرحم ربنا يصلط عليه برضو اللي يقطع رحمه وبرضو في النهاية العقوبة لسه في الآخرة وهكذا فالانسان لابد ان يعلم تذكر ان الذي وعدك بالنصر هو الله سبحانه وتعالى حينما قال لدعوتك وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين واذكرك بقول الله عز وجل وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقربون انا باعتبر الآية ديت هي اكتر آية مخيفة في الكرآن كله ليه لان يعني ولله المثل الاعلى ليس كمثير شيء ما نسمعه بصير تخيل كده لو واحد يعني صاحب منصب ولا صاحب سطوة ولا صاحب جاء وقال لك شوف بقى انت عملت الموضوع الفلاني مش هقولك انا هعمل فيك ايه خب بالك ده هو لو قالك هعمل فيك ايه يمكن تتطمن انما لما قل لك مش هقولك انا هعمل فيك ايه انت مش هتنام الليل فتخيل لما ربنا صحنا تعالى جل جلاله فاطر السموات والارض بيقولك انا مش هقولك انا هعمل فيك ايه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وانصبر المظلوم بقول الله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه وانذكر المظلوم بقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الله يعافينا وعافيك ورب العالمين وانذكروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد باسناد الحسن اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب يا خاب ربيت يعني لو ظلم مسلم كافرا فدع الكافر على المسلم لا استجاب الله دعوة الكافر على المسلم ايوة رب الكعبة بنص قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك سيدنا موسى عليه السلام قال يا رب ان حلمك على الظالمين قد ادرب المظلومين يا رب انت بتحلم على الظالمين وبتصبر عليهم جدا شوفت ديه فده ادرب المظلومين فقال يا موسى ان حلمي على الظالمين قد احل المظلومين في اعلى عليين لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم ممنتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي وصلى الله على نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم وابشر ايها المظلوم فالله سينصر كلام حالا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة